موسيقى استحقاق الثامن من شتنبير المقبل خطوة مهمة يترقبها المواطنون عبر ربوع المملكة ويطمح من خلالها الكثيرون الحصول على تمثيلية سياسية قريبة منهم ومن متطلباتهم انتظرت ديالنا فاركم عارفينهم والاشكالية ديالنا راكم عارفينهم في المناطق الجبلية احنا مخصوصا من التعليم من السبيطارات من اي حاجة جاو السوق تلقنا معهم اهدروا معنا جاو الدوار وكواحد قدمنا البرامج ديالو شي وحدي جاو في ذاك شلي بغينا تفاهمنا معهم شي وحدي ذاك شلي قدمونا ما جناش هو هذاك من عمق جبال الاطلس بين هذه المرتفعات الشاهقة تعيش الساكنة على امل برامج انتخابية مختلفة اعلنت عنها الاحزاب يعاولون عليها لرصد اشكاليات عاشوها منذ سنين لتأتي بحلول هي اشراقة امل لغد افضل يجوا عندنا احزاب هنا مختلفة من جميع ذاك واحنا يعني كيكون عندهم برامج عادي ممكن ديك الساعات انقرروا بالضبط شمن حزب اللي ممكن غنضموا ليه اللي هو غيكون يعني كي يلبي المصالح ديالنو تيجيوا الاحزاب ديال الانتخابات تيجيوا لها المنطقة هذه وما رادة تنعطيوا لهم الوقت تيقولوا ذاك شلي عندهم في البرامج ديالهم واحنا كانت صنطوليهم وكانت منو شي حزب ان شاء الله الى تفقنا عليه كانت منو ان شاء الله يزيد القدام ويدل المصلحة للبلاد ساكنة العالم القروي كما ساكنة العالم الحضري الكل يمنل نفس الى استحقاقات تفتح افاقا جديدة لتنمية مجالية من شأنها النهوض بقطاعات حيوية عديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر